المفاجأة في الجائزة السنة دي إنها ما فيهاش ليونيل ميسي ها دي بقى يعني ايه مفاجأة المفاجأات هو أول حاجة ليونيل ميسي هو اللي خدها السنة اللي فاتت وكان فيه اعتراضات عالمية كبيرة إن ليفاندوفيسكي هو اللي كان يستحق الجائزة وبعد كده ليفاندوفيسكي خد زباست من الفيفا بس السنة دي لأول مرة من 2006 2006 محمد صلاح ما ياخدش البالندور عفوا من 2006 ليونيل ميسي ما يبقاش في التنافس على البالندور 2006 انت متخيل؟ احنا منتكلم في 16 سنة 16 سنة ليونيل ميسي ينافس على البالندور حاجة مش طبعية في نفس التوقيت في نفس التوقيت كريستيانو رونالدو ضمن المرشحين ضمن التلاتين اسم اللي هقول لكم عليهم دلوقتي ضمن التلاتين اسم رغم إنه برضو فيه انتقادات على وضع كريستيانو رونالدو ضمن المرشحين في هذه الجائزة بس مرة أخرى كريستيانو رونالدو في الجائزة عشان فرديا السنة اللي فاتت مع مانشستر لونالدو كان متواهج جدا كان هو الوحيد اللي بيساكن هو الوحيد اللي بيلعب مع مانشستر لونالدو رغم كل الانتقادات بس هو الوحيد اللي كان طبعا مانشستر لونالدو حالته حالته حالة بالمناسبة يعني نهاردة مانشستر لونالدو كان بيلعب بريدفورد اتغلب أربعة في خمسة وتلاتين دقيقة طبعا دي خيئة كان كارثة كان كارثة الكوارث مانشستر كان حاجة تكسف حاجة زعل خسرتين لمانشستر رونيتد وراء بعض حاجة ما حصلتش من زمن الزمن كل حاجة في مانشستر رونيتد كارثية بس هنيجي الوقتها تعال اقول لكم التلاتين اسم المرشحين للبالوندور هذا العام نبدأ طبعا اول اسمها محمد صلاح ليفربول انجليزي تيبو كورتوار ريال مدريد الاسباني رفائيل لياو لعب رائع جدا بيلعب في ميلان الاطالي هو لعب برتغالي وبيلعب جناح وبيلعب مهاجم برضو كريستوفر نوكونكو لعب فرنسي رائع برضو بيلعب في ريتبول لايبزيك الالماني يوشوا كيمتش لعب باير ميونيخ الالماني أليكساندر أرنول ليفربول انجليزي لويس دياز ليفربول الانجليزي طبعا البرتغالي برناندو سالفا منشستر سيتي الانجليزي وروبرت لباندوفيسكي باير ميونيخ الالماني اللي هو حالين دلوقتي في بارشلونا بنيسيوس جونيور ريال مدريد الاسباني رياض محرز منشستر سيتي الانجليزي وكاسيميرو ريال مدريد الاسباني وسون هيونج مين توتنهام الانجليزي والبرازيلي فابينيو ليفربول الانجليزي كريم بنزيمة ريال مدريد الاسباني وفيل فودن منشستر سيتي الانجليزي هاري كين توتنهام الانجليزي وداروين نونيز ليفربول الانجليزي والسنغالي ساديو ماني باير ميونيخ الالماني والفرنسي مايك مينيان من الاطالي وكيفين دي بروين جاب حتي تجوني النهاردة جماعة منشستر سيتي لوكا مودريتش ريال مدريد الاسباني سبستيان هالر بروسيا دورتو من الالماني وربنا ايش فيه عنده مرض خطير والالماني أنطونيو روديجير ريال مدريد الاسباني كريستيان ورنالدو منشستر ينايتد وفيلهوفيتش يوفينتس الإيطالي بيرجين فاندايك ليفربول الانجليزي وكانسيلو منشستر سيتي كينيان مابيه باريس سان جيرمان وهالند منشستر سيتي وهيغيب على القامة زي ما قلت لكم لأول مرة من 2006 ليونيل ميسي والأول مرة من 2011 يغيب نيمار دي سيلفا لعب باريس سان جيرمان اسماء عظيمة لما بتيجي تبص على اسماء كده احقاقا من الحق يعني المنافسة لابد أن تكون ثنائية فقط بين محمد صلاح وكريم بن زيمة منافسة قوية بصراحة يعني اه أنا في حتة تحيز نسبية لمحمد صلاح بس عن حق يعني لكن كريم بن زيمة اللي هيصواط له برضو مش هيبقى عمل جريمة يعني مش هيبقى أخطأ خطأ كبير فهي بين محمد صلاح وبين كريم بن زيمة عشان كريم بن زيمة كمان عمل موسم مش طبيعي مش طبيعي طيب